السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا إلى يوم الأحد 28 الثاني أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل القمر موجود في برج الأسد لغاية الساعة 12 ودقيقة من ظهر يوم الثلاثاء بعدها بانتقل القمر لبرج العذراء طبعا القمر اليوم موجود في أو الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو وبرضو رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و38 دقيقة من عصر اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناته الناس اليوم من حولنا بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه من ناحية مادية وعاطفية أيضا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات والمشاركة العاطفية مع الأحباء ومع الحبيب تحديدا يمكننا التواصل مع المسؤولين وبرضو بإمكاننا إجراء استفسارات أو نبحث عن موضوع معين أو عن نصائح بتكون بشكل صحيح أكثر وبرضو بالفترة هاي منعزز العلاقة مع أحبائنا مع أبنائنا ويمكننا أيضا اقتراض مال وبرضو جيدة هاي الفترة إنه نستثمر فيها أو نشتري بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمجوهرات أو بالذهب أو منكون جريئين برضو في كثير من الأمور وبرضو فيه اهتمام بمسائل بتتعلق بالملابس العنيقة وبمظهرنا الخارجي والتجميل اللي أي شيء بيلفت الانتباه أو انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية بطيئة تأثيراتها طويلة شوي هي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين الشمس وبين عطارد طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من يوم ثمانية عشرة لغاية يوم اثنين احداش ذروتها يوم عشرين احداش طبعا هاي بنعتبرها احنا من الزوايا اللي طويلة فمستمر هاي ذروتها راح تكون زي ما حكينا يوم عشرين احداش الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بالنسبة له هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية بتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة الماضية بيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بهاي الفترة بتعطينا هاي الزاوية طاقة حلوة جدا لأنها بتعطينا حيوية ونشاط بتزيد برضو من قدراتنا العقلية بالفترة هاي مننجح باتصالاتنا وأيضا مننجح بالامتحانات والنجاح الأدبي أو مشاريع حالية في هاي الفترة بس بدنا نركز على الأهداف المرجوة أو على هدف محدد بالنسبة لدوليا فهي بدل على نشاط أكثر في الميدان الإعلامي والصحف اللي بتتعلق بالأعمال وإنجازات الحكومة والملك والرئيس ومرضو ممكن تقوم الحكومة في هاي الفترة بإجراء اتصالات ومفاوضات أو شراكات واتفاقيات مع بعض الدول يعني مقبلين على إشيء له علاقة بسلام ومسلام والحوارات اللي بتتعلق في هاي الأمور ومرضو الاهتمام المتزايد للحكومة بميدان التعليم والتدريس وتطويره ومحول الأمية والاهتمام بشؤون الشبيبة وهي الفترة بتشهد كذلك حركة أكبر لشبكات الطرق ووسائل النقل والمواصلات ورواج أكبر لقطاع النشر والتأليف والمعلوميات يعني طلعت معي لأنه مرات بقولها المعلوميات معلومات لشبكة المعلومات يعني الأشياء هاي المعلوميات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 11 و46 دقيقة ظهرا هاي الزاوية طبعا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس أكثر ومتفهم أو يعني هيك بنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي ما لازم نعمل إلها عمليات جراحية إلا إذا كانت إضطرارية عنا القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدلات ضربات القلب، العمود الفقري والظاهر والجانبا هذول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية ما كفحصات ومراجعات طبية أدوية الاهتمام فيهم أو البدء بحمية ولكن كعمليات جراحية يعني إذا كانت طارئة ما في أي مشكلة ولكن ما بنصح أنا بالعمليات اللي فيه بالإمكانية تأجيلها أما بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لهذا الموضوع هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يعني يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم يعني عشر عشر بيبدأ لخلو المسار ساعة تسعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة اتناش ودقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج أيضا لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة عشر وثلاث وثلاثين دقيقة مساء بصير 25 يوم نسبة الإضاءة 27% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاث وعشرين عشرة سعيد بنسبة 60% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 70% القمر في الأسد حتى يوم عشر عشرة سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 5% وبيكمل طيلة اليوم على هاي النسبة عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% وبيكمل طيلة النهار على هاي النسبة الزهرة في الأسد حتى يوم تسعة عشرة منتحس بنسبة 25% طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشرة يعني بدأت تأثيرات السلبية لعملية الانتقال وحديت الأجواء السياسية بدأت تحتد بزيادة والمشاحنات والعنف والحرائق والأمور هاي اللي إلها علاقة بالانتقال بدأت يعني بهاي الفترة طبعا الحلقة ما بعرف نزلت ولا ما نزلت ولكن بيصلكم إشعار وتأكدوا من القناة أنها نزلت عليها الحلقة ولا لسه ما نزلت لانتقل المريخ للعقرب طبعا اليوم بالنسبة لنسبة السعادة 45% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 50% زوحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي الفترة فترة متمرة إيجابية بتنجحوا في حملة لا ترويج لشيء معين برضو اليوم عندك جراءة في طرح أي شيء يتعلق بالحوار بالنقاش بالغزل بالغراميات بالتواصل مع الأحبة بالتوجيه بممارسة هواية ترفيه أي شيء بتتصار على الأحداث بشكل مميز جدا اليوم واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض أو فرحة معينة لخبر ما برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز على البيت وعلى العائلة فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن يكون في حدث أو مناسبة أو فرحة معينة ولكن في بعض الأوقات بيكون في نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة واتجنب العمليات الجراحية وخصوصا اللي بتتعلق بالقلب وخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم اليوم التحركات كاتصالات وتنقلات وحوارات ونقاشات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أحد الإخوي أو أحد الجيران هذه فترة ممتازة جدا فيها كثير من الواجبات والمسؤوليات على أنواعها على حسب حق الإختصاصك ورح تكون ممتازة جدا أهم شيء أنك ما تتهرب منها ما رح يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات منك ورح يهتم بأمور العلاقة إما بالسيارة أو بالإلكترونية بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجيات ثمينة أو المغامرات المالية الغير مدروسة ممكن اليوم تحصلوا على بعض المكاسب ما بتيجي من مستردات، هبات، دعم أو ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهم شيء أنهم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية يعني مر أيام كانت صعبة جداً الآن بلشت تتحسن الأمور فعشان هيك برجع لكم نشاطكم اللي فقدتوا في الأيام الماضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي وحلاقاتكم وبتقدروا توضحوا وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم بتشعروا بالحماس الفائضة وبتنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع أو لفكرة أو لخطوة معينة أنت اليوم بتمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيبدأ التعب يسيطر عليكم اليوم حاولوا تنظيم أمركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب ما تحسم قرار أو ما تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ وحاول أنك تبعد عن المشاكل والانتقادات قدر الإمكان برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وبديهة عالية جدا يعني رح تتحدد عندك توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وحتى على مستوى العمل وعلاقاتك وأصدقائك وممكن اليوم يكون فيه لقاء داعم لإلك أهم مش إنك ما تضيع اليوم بأي شيء ما فيه منه فائدة عشان هيك برضو تشجع للعمل الجماعي لأنه فيه فائدة كبيرة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء إنه ما فيه داعي للانفعال ما فيه داعي للعصبية اتجنبوا مخالفة القوانين ويحرصوا على استقراركم وما تتغيبوا عن عملكم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها لأن القمر في بيت السمعة يعني أي تصرف خاطئ بتشوي السمعتك وإحنا ما بدنا هذا الشيء وابعد عن أي شيء ممكن يدخلك بمواجهات مع رؤسائك بالعمل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اليوم في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبرضو اليوم عندكو رغبة قوية جدا للتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة بعض موليد برج القوس ممكن يسافروا في رحلة أو يبدأوا يفكروا لترتيب لرحلة أو سفرية معينة وبتفرحوا لانفراج أو تسوي مهمة تهتموا بهواية جديدة حيوية وحماسة إلى متابعة جميع المجالات وعندك القدرة على التواصل مع محيطك أيضا على مستوى الدراس الجامعية وما أعلى منها برضو اليوم على مستوى دورات ودراسة وتعليم ممتاز جدا برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض طبعا الشراكة بتيجي شراكة مالية شراكة عاطفية من زوج من الزوجة ممكن تحصل الأموال ممكن قرض هبة ضريبة ممكن ميراث معين فعشان هيك اليوم تقدر تطالب بحقوقك ولكن بهدوء وما يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة برضو اليوم ممكن تحصل على تسوية أو تناقش موضوع مهم أو تجتاز امتحان صعب فعشان هيك برضو لا تهمل شؤونك العائلية برج الدلو ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم لأن القمر صار مقابلكم تماما فعشان هيك اليوم ممكن يتعزز العلاقة ما بين الشركاء الأزواج اللي في مشاكل ما بينهم ممكن مصالحة أو اتفاق وهذا اليوم مناسب للقيام بعمل ما يتطلب تعاون من طرف ثاني حادروا الخلافات وما تضخموا الأمور لأن مطاقتكم ضعيفة وسهل أي شيء إنه يستفزكم لأنه أنتو اليوم مرهفين الإحساس وبرضو متوترين بسبب طلق ما حادروا إثارة العدائي والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعصبيين وهذا الشيء ممكن يثير النفور وخصوصا مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا اليوم لأنه القمر صار موجود في بيت العمل وصحة عشان هيك حاول قدر الإمكان تتمم أعمالك وتنجزها بالكامل وخصوصا المهمة منها ما تشتت حالك بأكثر من عمل ركز بشكل جيد لتأكد ودقق بتفاصيل أعمالك اللي بتتممها عشان ما يطلع فيها أخطاء انجز فقط ما بوسعك من عمل دون المبالغة في ذلك عشان هيك اهتم بالإشي المهم انتبهوا لغذاءكم وراحتكم لا تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية كونوا دقيقين ومنظمين ومراعيين لظروفكم ومعنوياتكم الأجواء جيدة حتى على المستوى الصحي ممكن مراجعات أو إجراء بعض الفحصات خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء